نحن مركز الشارقة العلوم الفضاء والفلك هذا المركز تابع لجامعة الشارقة موجود جنبا إلى جامعة الشارقة مش داخل المدينة الجامعية جنبها المركزنا متنوع الأهداف الهدف الأول من مركزنا مثل ما هم نقدر نشوفه اللي أنتو بتسووه على الطلاب أنا بدا سوي فيكو الهدف الأول من مركزنا من الاسم اللي يعلم الفضاء والفلك لكن الفضاء والفلك لها أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب حتى نوصلها للمجتمع مركزنا مخصص وموجه لأنه يكون للمجتمع والمطلاب والمعلمين والباحثين في جميع المستويات هذا السبب اللي بخلينا نتوجه إلى جميع المحافل مع المعلمين مع الطلاب مع الباحثين في الجامعات نشتغل معهم ببعض التجارب وبعض المحاضرات لزيادة الوعي الفلكي في المنطقة هذا أهم سبب من أسباب إنشاء مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلكي المحاضراتنا اليوم عنوانها عنوانها شوي ممكن يكون غريب أو بسيط أو شيء اللي هو الرصد الشمسي أو رصد الشمس استخدام التلسكوب تلسكوبنا الموجود اللي هو المرصد الشارقة لرصد الشمس لكن بصراحة رح نتكلم شوي أبعد عن موضوع رصد الشمس رح نتكلم بما يفيد المدرسين المعلمين كيف المعلمين بستطيعوا من هاي الورشة ومن هاي المحاضرة إنهم يعكسوا موضوع علم الفلك على الطلاب بغض النظر عن تخصصك الجميل في علم الفلك بإنه إيش مكان تخصصك تستطيع إنك تدخل غمار علم الفلك كثيرين لهم تخصصات مختلفة ممكن إجتماعيات عربي إسلامية دين أو شيء أي تخصص بإمكانك أنت تكون هاوي فلك فهي أول خطوة أول درجة لا تخلي إنه موضوع أنا تخصصي سين والله الفلك ما إليش فيه هذول تبعين الفيزياء والعلوم مش عارف إيش لا إلى كامل الحق إنك أنت تكتشف الكون لأنك أحد أفراد هذا اليونفيرس أنت لازم تكتشفه فلازم تعرف أشياء أريد أن أسأل من من المعلمين الأكارم عمره حاول يرصد عن طريق التليسكوب عن طريق أي أداء بالتليسكوب من عمره حاول أو فكر ينظر إلى السماء يتابع النجوم يتابع القمر الشمس أحداث فلكية أحد عنده في أي تجربة طيب جميل جميل محاولة جيدة 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 على الأقل على الصلاة على شهر رمضان الصيام العيد كل هذه الأمور لكن أيضا برجة أكرر أنه علم الفلك أكثر من أنه يكون فقط لهذه الجزء البسيط العلم الفلك أعام مثل ما بدينا سنتكلم عن شوي العلم الفلك ومركزنا وتكلمنا عنه الآن سأوريكم مرصد الشارقة نشوفه عن طريق يعني أونلاين مباشر ستشوفه مباشر على الشاشة أيضا آخر نصف ساعة من المحاضرة سأعطيكم معلومة كيف أستطيع توجيه الطلاب وأنا كمعلم كيف أستفيد من الأحداث الفلكية اللي بتحدث بشكل دوري كل سنة أعكسها على المدرسة وعلى الطلاب وأستفيد منها داخل أسوار المدرسة بدون ما أطلع برا المدرسة بدون ما أغلب حالي لا داخل أسوار المدرسة أنا بقوم بفعالية كبيرة جدا بتساعد الطلاب ليفهم هذا الموضوع وطبعا الجميل بيعلم الفلك الطبيعي البسيط العلم الفلك اللي احنا متحدث عنه الآن الجميل فيه بأنه يصلح لجميع الأعمار من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر بإمكانه نفس الحدث الفلكي طالب الصف الأول يستفيد منه مثل ما يستفيد منه طالب الثاني عشر فهذا شيء مفيد إذن بنا نتجاوز موضوع التخصص ونتجاوز موضوع الطالب المستقبل كم عمره ولا بأي صف للجميع راح أشغل الآن التليسكوب أريكم المرصد الفلكي اللي موجود عندنا في الشارقة مركز الشارقة طبعاً عن طريق برنامج نفتحها للتليسكوب مباشرة الآن سأفتح التليسكوب أوريكويا ونشرح عنه قليلاً وبعدها ندخل بالموضوع الأساسي اللي بفيد المعلمين هذه القبة اللي داخلها التليسكوب الآن بشكل مباشر يعني بنفس اللحظة لو واحد مع سيارة نقعد نستنانه ساعة زمان حتى يذهب هناك ويمر من وراء المرصد منشوفها بس يعني شوية صعبة صدقيني أنه مباشر؟ نعم نعم الآن سأفتح التليسكوب وتشوفوا أنه مباشر طبعاً هذه الغرفة التحكم أنا دخلت عليها عن طريق الجهاز سأفتح التليسكوب ببساطة دعوكم تشوفوا كيف نفتح التليسكوب طبعاً نستخدم التليسكوب هذا عن بعد بكل بساطة الآن هاي بفتح التليسكوب نقدر نستخدم التليسكوب عن بعد من أي مكان لكن الشرط الوحيد أن يكون فيه خط انترنت قوي أنه يكون عشان ما يفصل الآن هاي القبة بتفتح طبعاً القبة سببها أنها بتحمي من الغبار من درجة الحرارة والشمس والرياح والمطار وكل هذه الأمور وهذا وضع طبيعي جداً أنه يكون موجود راح نشرح أن الثلاث تليسكوبات الموجودة عندنا هذا المرصد اسمه مرصد الشارقة مش غلط بعد ما نخلص هذه المحاضرة نبحث عن مركز الشارقة شايفين الاختصار الموجود هناك سكاس أس سي اي دابل اس بس أكتب على الجوجل بطلع لك مركز الشارقة تدخل على الويب سايت تبعنا الويب سايت فيه كل ما تحتاج عن علم الفلك وإذا يعني أسئلتك كانت صعبة شوي بإمكانك تدق تليفون وتحكي معنا أي واحد من الموجودين بقدر يتجاوبك على أي إجابة وهذا طبعا بصير كل الجمهور بحكي معنا في حالة أي أحداث فلكي الآن هذه المرصد الفتح قدامنا ثلاث تليسكوبات التليسكوب الأول هذا التليسكوب الأكبر طبعا مغطى هذا فقط نستخدمه فقط نستخدمه بالليل ونستخدمه لرصد الأجرام التي لا ترى بالعين مجرد اللي أنتو بتشوفوه اللي احنا كلنا منشوفه نسبة ضئيلة جدا مما هو موجود في داخل مجرتنا لنحن لا نتحدث عن مجرتنا داخل مجرتنا نحن نرى تقريبا ثلاث ألاف نجم بهذه الحدود لكن الحقيقة هناك مئة مليار نجم لدينا سدم غيوم من الغاز من الغاز الهيدروجين موجودة أيضا نستطيع أن نرى عن طريق هذا التليسكوب نريد تليسكوب كبير لكي يجمع الضوء بشكل أكبر الآن ما الفائدة من هذا التليسكوب طبعا كلما كان تليسكوب أكبر يجمع الضوء أكثر جمع الضوء يجب أن أرى الكثير من الأجرام السماوية التي لا ترى بالعين مجردة حتى يكون أحسن الظروف يعني في الصحراء لا يوجد إضاءة لا يوجد تلوث لا يوجد شيء هذا التليسكوب يجب أن ترى وطبعا أشكالها عجيبة وغريبة وتجعل الواحد يتفاجأ منها وتجعلنا نفهم الكون بشكل أكبر يعني نستطيع أن نرصد مثلا في بعض الأحيان ممكن كمان شوية أفتح الويب سايت تبعكم نفتح الويب سايت تبع سكاس ونرى بعض الصور لإنفجار النجوم بداية النجوم هذه الأمور هذا الشيخ مع السطر ليس كلمrise وتدعم Blo Gring وبيض أن نتكلم عن وسطp المصول بهذا الموضوع داخل أسرار المدرسة كيف أستطيع الأفضل منه هناك الطرسيم الثاني الثاني 18 سنتم هذا التليسكوب 43 سنتم التليسكوب الثاني 18 سنتم يسクique خاصة بشكل رئيسي الكواكب كواكب موجودة عندنا في السماء بإمكانكم أنتم ممكن في أي لحظة من لحظات وإنتم موجودين في خارج المنزل بإمكانكم تطلعوا على السماء ممكن تشوفوا كواكب لكن ممكن ما تقدروا تميزوها ما بينها وبين النجوم غالباً دائماً وأبداً فيه كواكب لكن بدها شوية خبرة عشان نعرف الكوكب عن النجم اللي بنتكلم عنه أو الأكثر أهمية اللي هو التلسكوب الأصغر 10 سنتيمتر هذا التلسكوب اللي منرصد فيه الشمس من خلال هذا المرصد طب ايش اللي يميزو يعني طب ليش ما نرصد بالكبير أو المتوسط ليش ما نرصد بالصير احنا الشمس تعطينا الإضاءة بجميع طياف اللون عشان نقدر نشوف سطح الشمس منشوف هيك ببساطة نشوف نوع يعني جزء بسيط من لون معين بعطيني السطح إذا غيرت هذا اللون بشوف أعمق حسب أنا إيش بحط فلتر اسمه فلتر شمسي فلتر ضوئي بسوي فلتر بخليني أشوف جزء من هاي الشمس إما بالداخل في الباطن أو في الخارج احنا اللي عندنا حطين فلتر بخلينا نشوف سطح الشمس سطح الشمس ايش موجود فيه موجود في عندنا البقعة الشمسية الشعيرات المغناطيسية تلاقيها مثل الشعيرة على سطح الشمس ممكن يكون طولها فوق 200-300 ألف كيلومتر بتخلينا نشوف الانفجارات الشمسية حول الشمس طبعا راح أوريكم اياها تشوفوا كيف الانفجارات هاي كيف شكلها هذا تليسكوب محطوط عليه فلتر مش غالط إذا بتذكروها فلتر اسمه فلتر أتش ألفا أتش ألفا هو جزء صغير جدا من اللون الأحمر هذا متخصص للشمس الآن انت بس تسمع واحد حط فلتر أتش ألفا يعني هذا برصود الشمس طبعا في تليسكوبات تشتريها مباشرة جاهزة لرصد الشمس لكن برجع بقول أنا بدي شي داخل أسوال المدرسة بسعر بسيط شي نستطيع نستفيد منه لطلاب وممكن الطلاب يسووا لحالهم كونه نحن نتكلم عن الشمس بدي بس أذكر هاي يعني ذكرتها أخطر جسم أخطر جرم ممكن أنا أرصده هو الشمس خطير جدا لا تأخذنا الحماسة بعد المحاضرة أنا بدي أروح أشوف الشمس شو تسوي وأنا بدي أرصدها ولا بدي أسوي فيه أي شي حذر شديد الشمس مجرد النظر إلها بالعين مجردة كلنا بنعرف أنه بتخسر النظر فما بالك بس تستخدم تلسكوب يجمع هذا الضوء كمية الضوء أكبر يجمعها يضعها في نقطة واحدة ونعرف أنه كثير من نستخدم هذه العدسة البسيطة وتحرق الأوراق وهذه فأخطر شيء للرصد هو الشمس أرصد كل شيء بالعين المجردة إلا الشمس الشمس خطيرة طيب يعني السؤال طيب يعني كيف نرصدها يعني من الأول ما نتكلم إحنا بدنا نرصد نرصد الشمس طيب كيف نرصدها دائما وأبدا بس تفكر برصد الشمس فكر برصد الشمس بشكل غير مباشر يعني عينك ما تيجي بشكل مباشر عضو الشمس أبدا في طرق طرق بسيطة جدا وهي هاي الطرق اللي بستخدموها في المدارس لعملية رصد الشمس رح نتكلم بعد قليل بعد ما نخلص شوي شرح عن هذا رح نتكلم كيف أنا بدي أسوي مثلا حدث فلكي وفي وقت الدراسة كيف أنا بقدر أسوي وأجمع الطلاب وأقوم في داخل أسوال المدرسة فهذا التلسكوب الأصغر هذا التلسكوب فيه أتش ألفا الأتش ألفا هذه بتغطالي جزء كبير جدا من الضوء وبتعطيني خط صغير جدا من الضوء الواصل من الشمس الهيدروجين الشمس مليانة هيدروجين وبسبب حرارتها العالية فيها متأينة هذا الهيدروجين المتأين هذا الفلتر بمرر لهذا الهيدروجين فقط الضوء الإشعاع المنعكس من الهيدروجين المتأين بدرجتين يخليه ييجي عندي فأقدر أشوفه أنا على الشاشة نحن هنا عندنا على الكاميرا من الكاميرا على الشاشة نتفرج على الشمس على الشاشة لا نرىها بالعين مجرد مباشرة عن طريق تلسكوب مع أنه يعني فيه سيفتي يعني نقدر نشوفها بالعين لكن ما في داعي للمغامرة أنا في عندي على الشاشة بأشوفها مثلا أنا بدي أرصد الشمس بطريقة أو بأخرى وقت الغروب اللي عنده كاميرا عادية بدي أرصدها وقت الغروب وقت الغروب أفضل شيء لأنك أنت بتستفيد من الغلاف الجوي كفلتر بيخفف لك كمية كبيرة من الضوء وبتستفيد أيضا نفس الكاميرا بتقلل فيها بعض البراميترز تبع الكاميرا بتطلع على الشاشة بشوف الشمس عن طريق الشاشة بعض البقعة الشمسية قلنا عشان أرصد الشمس أو بسدي أرصد الشمس للعامة إنه أنا اللي بدي أشوفه بدي أرصده بقعة شمسية انفجارات شمسية وشعارات المغناطيسية أكثر شيء ظاهر وسهل الرؤيته اللي هي البقعة الشمسية عن طريق الكاميرا بإمكانك تشوف البقعة الشمسية فقط بتقلل كمية الإضاءة اللي هي أنت بتشوفها بسبب الغلاف الجوي قلت لك في قبل الغروب بدقائق وأيضاً الكاميرا نفسها بتقلل كمية الإضاءة وبتشوفها عن طريق الشاشة إذن أنا استخدمت الكاميرا تكون بشكل غير مباشر أشوفها لكن هناك أيضاً طرق أخرى سهلة جداً ممكن أنا أسويها الآن كيف بدي يكون عندنا عملية اللي هي الأحداث الفلكية كيف بدي أتابع الأحداث الفلكية كيف بدي أسوي فعالية داخل المدرسة للطلاب وللمعلمين ولجميع أفراد اللي مشتغلوا في المدرسة كيف بدي أسوي هذه الفعالية وكيف بدي أعرف فيها وكيف بدي أتعامل معها إحنا عندنا الأخت الثرية قاد بتوزع إليكم كتاب هذا الكتاب هو الأحداث الفلكية لسنة 2018 وإن شاء الله إحنا كل سنة بننزل كتاب زي هيك بتزورونا الآن رح يوصل لك كمية شوية في كل سنة إن شاء الله رح ننزلها هذا الكتاب فقط للـ 2018 بإمكانكم تشوفوا العديد من الأمور اللي بتحدث عندنا في المركز من داخل الكتاب بتقدر تشوف الأحداث الفلكية طبعا باللغتين العربية والإنجليزية الأحداث الفلكية رح نرجعله رح نرجعله الكتاب الآن الأحداث الفلكية الأحداث الفلكية عشان أنا أسويها بالمدرسة لازم يكون في أندي أو بتتخصص في ثلاث أجزاء إما بدي أرصد القمر تذكروا أنت كمدرس كمعلم في المدرسة عشان تقدر تسوي فعالية للطلاب بدك تدور على حدث فلكي للقمر أو للشمس أو الكواكب أكثر من هيك يعني بتكون أنت خطوة زيادة يعني عميقة أكثر من هيك بدك أجهزة وأدوات وفيها تعب أما هذولا الثلاث أجرام ممكن بأدوات بسيطة ممكن تسوي هاي الفعالية بكل بساطة معاه كل الكتاب فيه الكلندر داخله اللي ما إجاه رح يشوفه عشان نتوسع موضوع الفلك وعلم الفضاء والفيزياء الفلكية وعلم الفلك بعضها نسميه الشرعي وهذه الأمور كثير ألم الفلك نقدر نقسمه إلى ثلاث أقسام الفلك اللي هو بالإنجليزي الأسترونومي علم الفلك اللي هو بتكلم عن حركة الأجرام المساراتها الأحداث كيف بتصير ما بين كسوف وخسوف وهي الأمور يعني بتكلم قاعد عن الفلك بالعين المجردة أنا ببساطة بإمكاني أني أتعلم الفلك ببساطة عن طريقي مجرد أني أنا أتابع الأجرام مثل الراصدين القدماء علماء الفلك القدماء رصدوا بالعين وبدأوا يشوفوا أحداث يحاولوا يفسروها إذن علم الفلك أنا بإمكاني أقوم فيه بالعين المجردة ببساطة أنا هالآن بتكلم إلكوا كمعلمين وكأشخاص لازم نعرف شوي عن الفلك الخطوة الثانية بيعلم الفلك أنه اللي هي الفيزياء الفلكية الفيزياء الفلكية معناه أنه أنا بدي أدخل موضوع المعادلات وأحلل وأفسر وأفهم المكونات النجوم مثلا الكواكب الحركة الآن الحركة بالأول أنا بقدر أفسرها تتحرك الكواكب من هنا إلى هنا وتحرك النجوم وهذا الأمور بالتفسير بالعين المجردة لكن كل شيء يتحرك في السماء نستطيع وضع معادلة رياضية له لتفسير هذه الحركة الآن في هذه المرحلة ما نكون دخلنا بالفيزياء الفلكية العلاقة بين العين وما بين النجوم والكواكب أو الأجرام كلها اللي هي الضوء أنا ما بقدر أعرف أي شيء آخر عن النجم هذا إلا الضوء الضوء هو الشيء الوحيد الذي بوصلني فالعلم حاول يطور أدوات تفهم الضوء عشان أنا أقدر أفهم هذا النجم أعرف إيش هذا النجم صفاته مكونات وكل شيء أول جهاز علمي بعد آلاف السنوات آلاف السنوات من العمل بالعين المجردة الفلكيين تعبوا جداً بهذا الموضوع وحطوا نظريات ومشوا عليها آلاف السنوات وطلعت النظريات خاطعة سببها قلة الأدوات الرصدية طبعاً ما كانوا لسا مخترعين شيء بالألف وستمائة تقريباً اخترعوا أو صمموا التليسكوب لأنه اخترعوا العدسة ولكن قاموا بتصميم التليسكوب قليليو سوى تليسكوب اليوم اللي سوى فيه تليسكوب وبدأ يرصد فيه النجوم والسماء بشكل عام يعني يوجه هذا التليسكوب للسماء تغير علم الفلك بشكل كبير جداً انتقلنا من مرحلة بسيطة جداً إلى مرحلة منقدر نقول عنها شوي معقدة أو متطورة الآن دخلنا من مرحلة أنه بدنا نشوف عوالم أخرى مناطق أخرى كواكب أخرى تماماً مثل الأرض يعني الأرض لها قمر أول جار إلنا القمر مباشرة قليليو وجه على القمر بدأ يشوف فيه طبعاً كانوا يقولوا قبل التليسكوب يقولوا أن القمر عليه بحار مثل الأرض أنه شافوا مناطق معتمة ومناطق مضيئة وهذه الأمور بدأوا يفسروا بالأين يقول لك ممكن هذه تكون مياه فنسموها بحار ونسموها بأسماء بحر الرطوبة وبحر الهدوء وبحر مش عارب وما تزال إلى اليوم سمي لكن مع التليسكوب تطلعوا على القمر لا في بحر ولا في مي ولا في شيء عن طريق التليسكوب وما تزال مسمي بنفس الأسماء ولكن لاحظوا هذه النقلة التي نحن نشعر بأن التليسكوب صغير جداً تليسكوب يعني الآن تليسكوبات عشرة متر قطر التليسكوب عشرة متر فكان التليسكوب هو ما بعرف التمامه لكن صغير يعني ممكن بالسنتيمترات خمسة سنتيمترات تليسكوب صغير لكن اكتشف عوالم جديدة يعني أمور صعب جداً نعرفها إلا عن طريق التليسكوب الآن انتقل بعدها قليليو إلى كوكب المشتري شاف كوكب المشتري وشاف فيه أقمار بالدور حوله وبدأ يفسر كانت المعلومة الأساسية بأن الأرض هي مركز الكون وبدأ يفكر يقول إذا أن الأرض مركز الكون طب يعني هذا كوكب المشتري فيه حوله أقمار والأقمار بتتحرك وبدأ يفسر الإنسان بدأ يفكر أكثر شاف الزهرة شاف بدأ يستكشف عن طريق التليسكوب وخلال الأربعمائة سنة الماضية تم تطوير وابتكار أدوات لعملية الرصد وفهم الكون بشكل أكبر وكل يوم كل يوم نقوم بتطوير هذه المعلومات أو بتطوير هذه الأدوات لنرصد بشكل أكبر إذن عندنا الفلك العادي لأي شخص أي شخص بإمكانه يقوم بالرصد ومتابعة الأجرام القمر أبسط الأمور أي واحد منكم بإمكانه يتابع القمر لمدة شهر القمر سهل معروف وينه وببساطة عرف وين مكانه قديش ارتفاعه أي يوم طلع أي ساعة طلع أي ساعة غام تابع القمر شهر واحد تبدأ أنت بتحب قدمك على الدرجة الأولى من الفلك بتكون أنت بديت تعرف شيء عن الفلك وتسعين بالمئة ثمانين بالمئة من أمور القمر بتكون أعرفتها خلال بس رصد شهر واحد بعد الفلك انتقلنا للفيزياء الفلكي اللي هي بالمعادلات وتحليل الضوء وهذه الأمور النقطة الثالثة الإنسان بفضونه ما توقف عند هذا الموضوع انتقل إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي غزو الفضاء أو علم الفضاء اللي هو الخروج من خارج الكرة الأرضية وخارج الغلاف الجوي ومعرفة الأمور ما بعد الغلاف الجوي نطلع بره ونشوف هل يختلف ولا لا فهذا علم الفضاء يعني الآن بتتكلم عن كيفية إطلاق الصواريخ الأقمار الصناعية بناء الأقمار الصناعية استفادة منها وهذه الأمور فهنا ثلاث مستويات كل مستوى له متطلب في المدارس للطلاب أفضل شيء المستوى الأول مستوى علم الفلك البسيط الآن المعلمين وظيفتهم فتح الأبواب ليس فقط نفتح للطلاب علم الفلك باب علم الفلك ممكن باب الهندسة باب الرسم باب الرياضة كل الأبواب أنا بقدر أفتحهم للطالب الطالب هو اللي بختار الطالب ستشوف في عنده ميول لمنطقة معينة بتحرك عليها وبيبدأ يبدأ فيها غير أنه العديد من يعني توجه الدولة بالإمارات توجهها نحو علم الفلك بشكل كبير الآن بدي أنا أطرح عليكم يعني فكرة ونشوف شو ردود فعلكم بالنسبة لهذا الموضوع تكلمنا أنه أنا بدي أحداث فلكية بدي أحداث فلكي مثلاً أسوي فيه إفنت داخل المدرسة وكيف أنا بدي أتفاعل مع الطلاب أو كيف بدي أخلي الطلاب ينجذبوا لهذا الحدث لو نفكر شو أسهل جرم من خلال الحديث اللي تحدثنا أسهل جرم ممكن أنتوا تسوي عليها حدث فلكي القمر القمر أسهل من الشمس شوية لسه لأنه مثلاً رائع إذن عندنا القمر القمر هو أسهل شيء لماذا؟ لأنه حتى لا يوجد خوف منه من عملية الرصد لأن الشمس قلت لكم خطيرة جداً وأحذر مرة ثانية أنه لا تأخذنا الحماسة ونذهب لنرى الشمس بأي طريقة من طرق الرصد بأي مكان إذن القمر لكن هناك أحداث مميزة كسوف يومياً يجب أن هناك خبر فلكي بعض الأحيان يكون زايد أكثر من حجمه وبعض الأحيان تجد أقل من حجمه أو حسن لازم المؤلم فيكم يعني حقيقة لازم نعرف إحنا هذا الخبر صحيح مبالغ فيه أو لا لازم نعرفه لأنه في أشياء كثير تدخل بهذا الموضوع إذن في عندنا أحداث فلكية مهمة جداً هذه لازم يعني أعتقد أي معلم بأي تخصص كان على عاتقه هذا المسؤولية بأنه يقوم بتنشيط الفكرة عند الطلاب التي هي فكرة علم الفلك للقمر ببساطة بإمكاننا نستخدم تلسكوب صغير ممكن نسعره بالـ 500 درهم ممكن نستخدم كاميرات الكاميرات الآن أعتقد انتشرت بشكل كبير أي كاميرا بإمكاننا إحنا نستخدمها طبعاً وجميل جداً أنه نستخدم كاميرا ونصور ويطلع معنا مثلاً صور للخسوف للقمر أو للكسوف الشمسي وهذه الأمور لكن أعتقد المشكلة بالظل متى سيحدث هذا الخسوف أين سيحدث هذا الخسوف يعني أعرف شوية معلومات عنه وأيضاً هذه على عاتقك أيها المعلم لازم تعرف أنت كل الأمور الخاصة الزمنية لهذا الحدث تعرف متى ببدأ متى بخلص موقعه بعد الأحيان بتلاقي فيه خسوف بطلع بالأخبار الشمس أو عفواً القمر خسوف قمري يوم الفلاني ومنوقع نظر نتفرج على القمر وما بصير خسوف لماذا؟ أين المشكلة؟ أنه لا يظهر عندنا في هذا المكان ويظهر في مكان آخر فيعني فيه أمور لازم تكون داخلها بعين الاعتبار طبعاً بالنهاية بإمكانكم تستفيدوا من مركز الشارقة لأي حدث تحكوا معاه وتستفيدوا منه كمعلمين وينعكس ذلك على طلاب وعلى المدرسة عندكم لكن أيضاً معلم ببساطة بيقدر يأخذ هذه المعلومة ويكتشفها الآن نحن في موضوع الشمس أيضاً الشمس ببساطة هناك طرق لعملية رصد الشمس لا يؤثر على الأيان لا يؤثر على شيء أيضاً تلسكوب صغير جداً بسيط تلسكوب صغير من وجه على الشمس لا أضع عيني أو أقرب عيني أو شيء الضوء سينعكس يطلع من العدس العينية هذه العدس العينية أعكس الضوء أعكسه على ورقة سوداء مثلاً عليها الظل بمعنى منطقة معتمة إما على الجدار أو على ورقة أو شيء يبين عندي كسوف الشمس بكل وضوح خلي الطلاب يشوفوه وأنا أشوفه أستخدمه مثلاً إذا نتكلم عن الأحداث الفلكية القادمة في الشهر السبعة القادم في عندنا حدث فركي اللي هو خسوف الشمس في 2019 في عندنا كسوف للشمس خسوف للقمر وكسوف للشمس القريب خسوف للقمر لكن بعض الأحيان خسوف القمر ويكون في منتصف الليل ويكون في فترات شوي صعبة على الأقل على الأقل بتنشر هذه المعلومة على العائلة يعني أيضاً ما يمر هذا الموضوع مرور الكرام يكون في خسوف حدث فلكي مهم ويحنا نظل غايبين عن هذا الحدث أعتقد أنه ليس كويس بحقنا نحن كبشر لازم نعرف هذا الموضوع ليس معقول إنسان يعيش حياة طويلة وعمره ما يتطلع إلى السماء يعني أعتقد أنه مقصر بحق حاله لأنه أصلاً أحد ركائز الدين الإسلامي هو التفكر يعني لازم نتطلع بالسماء ونشوف القمر وهذه الأمور كلها نشوفها فيعني هاي على عاتقنا ونؤجر عليها إذا نتكلم عن هذا السؤال شوي بعيد عن محاضرة بس أكيد لازم أقول لك لازم أجاوب القمر الأملاق والذي نسمع عنه كثير من نسمع وصلا نسمع فيه زيادة خلال السنتين الماضيات هو فيه نوع من دعاية الفلكية هاي بنا ننتبه لها القمر الأملاق مدار القمر حول الأرض ليس دائري مية بالمية بيضوي لازم يتزامن عشان يكون قمر عملاق أو بدر عملاق أزرق لازم يتزامن ثلاث حالات مع بعض في نفس اللحظة عشان نقول عنه هذول الثلاث كلمات خلينا نشرح واحدة واحدة الآن العملاق المدار البيضوي فيه مسافة إما بيكون أقرب أو أبعد عشان يكون قريب وبدر لاحظوا هو دائما بيكون ترى كل شهر بوصل للمنطقة القريبة كل شهر بروح للمنطقة البعيدة ما هو بدور دورة بالشهر فدائما كل شهر بوصل قريب وببعد ولكن إذا وصل وهو قريب في أقرب نقطة اللي هي تقريبا 350 ألف كيلومتر إذا وصل لأقرب نقطة وإيش وكان بدر وببعض الأحيان بيكون قريب وتربيع أول قريب وهلال قريب وهلال لكن قريب وبدر منسميه عملاق أو قمر عملاق طبعا الفرق ليس كبير جدا وصعب أنك تشوفه بالعين مجرد ما بين بدر والبدر اللي قبله ولكن إذا قارننا ما بين أبعد بدر وأقرب بدر ممكن نلاحظ شوية فيه فرق الأزرق العملاق الأزرق دعنا نقول القمر الأزرق أو البدر الأزرق بعدها هل تلاقي لحاله الأزرق ما يعني الأزرق مجرد اسم لماذا لونه أزرق ولا له علاقة باللون هو فقط أنه في الشهر الميلادي شهر ثلاث مثلا هذا اللي صار عندنا اثنين ثلاث كان في بدر وفي واحد وثلاثين ثلاث كان في بدر بدرين في نفس الشهر الثاني منسميه الأزرق بس بس مسمى وبعدها مسموه القمر الثلجي والقمر اللهم هذين المسميات لها علاقة بالموضوع الإعلامي فمن أن ننتبه منها عشان هيك أقول لكم كمعلمين على عاتقكم أنتم تحاربوا هذه الإشاعات والإشاعات التي تظهر في الإعلام يوميا يوميا في إشاعات جديدة تطلع عن علم الفلك سببها أنه لا يوجد أحد يعرف كثير عن علم الفلك فبستغل الفرصة ويجعل الموضوع يكبرون بعض الأحيان كما يريدون الكتاب الذي معكم الآن أريد أن نستفيد من الكتاب قليلا نعرف كيف نستفيد منه هذا يساعدكم للسنة القادمة الدراسية للسنة الدراسية القادمة الأحداث الفلكية لا أنت تطعي الأحداث ثلاث وثمانين صفحة ثلاث ثمانين سترى الأحداث الفلكية كل شهر بشهره مقرت وشهر ثلاث شهر وثلاث وشهر وشهر من شهر من الآن يمكنك أن تتبع كالشهر للأمام وترى ما belong الأحداث الفلكية التي ستكون بعض الأحيان ما بيكون في عندنا بالشهر حدث فلكي مهم يعني بيكون أحداث فلكية عادية اقتراب كوكبين من بعض اقتراب الشمس من اعفوا اقتراب القمر من كوكب وهكذا لكن بعض الأحيان بيكون في عندنا أحداث فلكية مهمة تستاهل إنه أسويه طبعا يعني أعتقد ممكن أنتم بتمثلوا سبع مدارس عشر مدارس يعني ممكن كل مجموعة بيعرفوا بعض مدرسة أو ممكن أكثر لو كل معلم سوى حدث فلكي واحد يعني مهرجان فلكي واحد في مدرسته إذن إذا كسبنا عشر مدارس عشر مدارس بأكثر من خمسمائة طالب إذن العدد هائل جدا خلال سنتين أو ثلاث سنوات سيكون في عندنا جيل كبير جدا يعرف عن الأحداث الفلكية ويقدر يفكر فيها شهر إبريل تلاقوا فيه تقرأوا تلاقوا فيه أشياء كثيرة عن الأحداث الفلكية المهم ترجمة نانسي قنقر الآن هذا الكتاب وهذه الأحداث بإمكانكم تتابعوها ببساطة بالنسبة للرصد الشمس كمان مش غلط انكم تشوفوا كيف نرصد الشمس عن طريق الاتش ألفا وهو التليسكوب أو حتى عن طريق الضوء العادي بس منقل الكمية الإضاءة هاي الصورة اللي قدامنا وريتك إياها لا هاي اللي قدامنا الشمس هاي صورة الشمس هذي بفلتر بس بيقلل كمية الضوء هذي مسجنة هاي فيديو ولكن عادي بإمكاننا نرصد مباشر بأي لحظة بس أنا الصراحة مش حاب أن حركة تليسكوب يقطع النت ويظلوا هناك مشاهد الآن رح وريك بصورة ثانية لازم فلتر آخر عشان نشوف الألسان الملتهبة هذي اللي شايفينها فيه نقاط سوداء فيه نقاط سوداء شو سببها هاي هاي اسمها بقع شمسية هاي اسمها بقع شمسية هاي البقع الشمسية اللي شايفينه الصف البقع الشمسية هاي بقع شمسية تمام حجمها أكبر من حجم الأرض بعشر مرات اللي احنا شايفينها هاي النقطتين ثلاثة هائلة جدا فأيضا عند الفلكيين ببساطة منحب إحنا نشوف نشاط الشمس مهم بالنسبة لنشاط الشمس ايش يكون طبعا الآن الشمس لها دورة من 11 سنة الدورة هاي بترتفع فيها النشاط وينخفض الآن الشمس في مرحلة الانخفاض الشديد وما تزال تنخفض تنخفض حتى تبدأ الدورة الجديدة وتبدأ ترتفع في نشاطها لكن الآن هي تصل لمرحلة الانخفاض الشديد هذه الفيديو قديم يعني ممكن قبل أكثر من سنة عشان الشواذ الشمسي كمان نوريكوا ايام مثلا هاي هاي الشمس هاي صورة للشمس طبعا هاي صورة ما اخوضها من فيديو ممكن تلاحظوا ببساطة في عندنا هون امتداد لجزء من الشمس البلازمة الشمسية ايضا هون في عندنا امتداد وانفجار لهذا المنظر ببساطة هذا الانفجار طبعا تابعنا لمدة اكثر من ثلاث ساعات انفصل رح وريكوا الصورة انفصل وانتجه الى الفضاء هذا امتداده اكثر من مائتين وخمسين الف كيلو متر عن الشمس يعني الارقام كبيرة وهائلة هذا ابتعاد كبير ومن ثم انفصل رح وريكوا الصورة كيف ابتعد عن الشمس وتحرك الان هون ليش احنا يعني في سؤال دائما يقول طب ليش ترصدوا الشمس شو في فائد من الشمس الشمس رصدها بسبب هذه الامور على الاقل نعرف بانها اتجهت نحو الارض هذه ما اتجهت نحو الارض هذه بالذات اتجهت في المنطقة البعيدة لكن بعض الاحيان بصير الانفجار بالمنطقة المقابلة للشمس وبتنتجه مقابلة للارض وبتنتجه نحو الارض بصير في تأثيرات شديدة على الارض ابسطها الارورا اللي هي الشفق القطبي في المناطق القطبي شمال وجنوب الكرة الارضية لا الان موضوع التوقد هو حرارة بحمل لكن انه ينفجر اندماج نووي لا ما فيه ما فيه حرارة خلاص بعد عن الشمس الشمس اصلا الحرارة من وين تيجي من باطن الشمس وليس من السطح فهذا هو عبارة عن بلازمة بلازمة مادة من البروتونات من الشمس بتنفصل اه بالضبط بتنفصل وبتبتعد الان هي بتحمل طاقة وبتحمل مجال مغناطيسي وبتحمل كل شيء ولكن ما فيها انفجار يعني كحرارة او انتاج طاقة لكن كيف بتأثر بتتفاعل مع الغلاف الجوي للارض هون بتتفاعل مع الغلاف الجوي للارض بتأثر عليه بعض الاحيان بصير في عندنا تيارات في الغلاف الجوي العلوي للارض تيارات تصل الى الف فولت بسبب هذه الجسيمات هاي الجسيمات بتنشط الجسيمات اللي هي الغلاف الجوي الاكسجين والهيدروجين موجودة في الغلاف الجوي والنيتروجين وبتبدأ تعطينا الوان هاي الالوان في القطبين الشمالي والجنوبي منسميها الأورورا لكن هذه ما بتأثر على الانسان وبسيطة ولا بل جميلة والناس بتسافر عشان تشوفها لكن في هناك مؤثرات أخرى إنها ممكن تأثر على الأقمار الصناعية ممكن تأثر على محطات توليد الطاقة الكهربائية على الأرض هاي بتحدث يعني في فترات متباعدة في حال كان هذا الانفجار قوي الآن راح نشوف الصورة اللي بعدها كيف انفصل هذا الجزء وابتعد عن الشمس ممكن تلاحظوه بهذه النقطة هذا الجزء انتشر طبعا هذا يعتبر جزء كبير جدا وهائل لكنه ابتعد عن الشمس وابتعد عن الأرض وليس باتجاه الشمس هذا جزء يعني مش مش قليل مثل ما ما نشوفه أنه جزء صغير لكنه جزء كبير من الشمس هذه مثلا الشواض الشمسية والانفجارات الشمسية نقدر أيضا نشوفها عن طريق تليسكوب الشمسي أي مدرس أي مدرسة تحب تسوي رصد في الشارقة في العجمان في أي مكان من الدولة بإمكانهم يتواصلون معنا ببساطة ونستطيع أن نسوي لهم يوم رصدي لبعض الطلاب إذا كانوا مختارين والعديد من المدارس يأتي علينا مع بعض الطلاب أن يكونوا موجودين معنا في عملية الرصد المرصد الشارقة يمكن أن يكون هناك واحد من هذه المرصد المرصد كل شهر يسوي يومين مفتوحات للعامة أي شخص بإمكانه يأتي مدارس أو حتى عائلات طلاب جامعيين طلاب مدارس أي شخص يستطيع الاستفادة من هذه المرصد أي شخص يكون موعدهم ثاني خميس ورابع خميس من كل شهر ثاني خميس ورابع خميس من كل شهر نحن الآن بداية شهر أربعة بعد بكرة الخميس هو يعتبر الخميس الأول بشهر أربعة فاللي بعديه سيكون الخميس الثاني فبيكون عندنا من الساعة الست ونص لساعة ثمانية ونص ليلا القبة السماوية القبة السماوية لها مواعيد أخرى طبعاً كل هذا بتلاقوه في وين؟ على الويب سايت بس اكتبوا سكاس بتطلع عندكم مواعيد المرصد مواعيد القبة الفلاكية جميع المواعيد ايضاً بالمرصد ايضاً بالمرصد لدينا الكواكب بالنسبة لعملية الرصد البسيطة التي هي الكواكب كواكب مثل كوكب المشتري مثلاً مثل ما بظهر قدامنا هذا من رصد المرصد عندنا كوكب المشتري مثلاً على كسوف مثل ما بصير على الأرض فرصدنا أيضاً المدرسين المعلمين بإمكانهم بإمكانهم يعني يرصد المشتري يرصد الكواكب بشكل عام لا أريد أن أخرج فكثير الأشياء ممكن المعلم يستفيد منها ويستخدمها للقيام بأحدث فلكي يعني لو مرة بالسنة مش مطلوب كل شهر مش مطلوب كل يوم مرة في العام لو سويتها انت رح تأكس هذا الموضوع على الطلاب بشكل عام ويستفيدوا منه احنا تقريباً اقتربنا من نهاية المحاضرة قبل النهاية بدنا نتكلم عن الفوائد اللي ممكن نبحث عنها عن الطلاب يعني عن خلال الطلاب كيف منقدر نبحث عن طلاب بنت ملاع علم الفلك أو بيحبوا هذا الموضوع ببساطة إذا تفعلت مع الطالب أي معلم تفاعل مع الطالب من الشرط أنا أعرف كل شيء لكن إذا تفعلت مع الطالب بمعنى جذبته وكملت سؤاله يعني هو سأل وإنت مشيت معه ناقشته حاورته حتى لو بكمية معلومة قليلة راح تخلي النشاط المعرفة عنده موجود طبعا لازم بالنهاية أنه يتحول إلى موقع ممكن متخصص ممكن بعرف يعني شوية متعمق بموضوع الرصد وهي الأمور عشان نقدر نوجه الطالب بأنه يستفيد من الفضول اللي عنده لأنه علم الفلك هو لا بد من فضول يكون عند الإنسان عشان يقدر يتابع لعلم الفلك ويتعلم أكثر بديش أطول عليكم أكثر من هيك راح يكون معانا الأستاذ أحمد صلاح الدين موجود هناك راح يسوي تجربة بسيطة راح تكونوا أنتم معاه يعني في نهاية المحاضرة البسيطة أنا بعرف المحاضرة شوية السماع يكون ممل استفيدوا من الكتاب الموجود معاكم لأحداث الفلكية ونشكركم على جهودكم دائما جميع المعلمين أنتم أولادنا أمانة عندكم فمن الله يعطيكم العافية على أتعابكم معاهم دائما وإجراءكم الخير وأنا معاكم الأستاذ أحمد صلاح الدين راح ينتقل من هذا الجزء إلى الجزء العملي شكرا جزينا